يقول سيدنا أبو يزيد البستامي رحمه الله تعالى وما أجمل ما يقول في هذه الجمل فهيا نستمع يقول إن انتهاء مراتب عامة المؤمنين كما نحن من عامة الناس هو بداية مراتب الصالحين المراتب التي تنتهي عندها تبدأ من هناك مراتب الصالحين قال إن انتهاء مراتب الصالحين هو بداية مراتب الشهداء وانتهاء مراتب الشهداء هو بداية مراتب الصدقين وانتهاء مراتب الصدقين هو بداية مراتب الأنبياء قال وانتهاء مراتب الأنبياء هو بداية مراتب الرسل وانتهاء مراتب الرسل هو بداية مراتب أولي العزم وهم فئة قليلة من الذين يتمتعون بالمقام العالي عند الله وانتهاء مراتب أولي العزم هو بداية مراتب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واعلموا أنه لا يعلم أحد انتهاء مرتبة ومقامات حبيب الله صلى الله عليه وسلم فإن الله أجله وأعلاه لذا يقول سيدنا الإمام أحمد رضا خان لقد أعلاك الله قدرا لم يفوز به أحد من قبلك ولي يفوز به أحد من بعدك فإن القرآن المجيد قد أقسم بمدينتك وكلامك وبقائك وهناك أمر علينا أن نعلمه ولو صار المؤمن غوثا أو قطبا أو من الأبدال أو من سيد الأولياء ومهما يصل إليه من المراتب فإنه لن يصل إلى مرتبة الصحابي نعم إن جميع الأولياء تحت الصحابة في المراتب وهناك بعض الصحابة ربما لم يصلوا حتى صلاة واحدة لماذا؟ أو لم يصوموا ولا مرة واحدة ولم يتصدقوا لكن لأنهم جاءوا وأسلموا في وقت الغزوات وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو آمن بك وبالإسلام الآن وشاركنا الغزوة وقتلنا ندخل الجنة فقال سيدنا صلى الله عليه وسلم نعم تدخلون الجنة فنطقوا بالشهادتين وقاتلوا في الغزوة فاستشهدوا ولم يصلوا ولم يصوموا وقد أسلموا قبل لحظات لكنهم فازوا بمرتبة عليا تفوق الأولياء والأقطاب في العالم ما السبب؟ ولماذا يترى؟ فإن الغوث صلى الصلوات طوال حياته وصام وتل القرآن طيلة عمره وقرأوا سير الأولياء فإنها مليئة بالمجاهدات والرياضات وبعض الصحابة لم يصل ولا صلاة واحدة ورغم ذلك فهم أعلى رفعة من أقطاب وأبدال العالم كله الله أكبر والجواب أنهم شاهدوا جمال الحبيب الأعظم والنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وصاحبوه صلى الله عليه وسلم انظروا إلى مقام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من زاره وصاحبه للحظة ازداد رفعة على أولياء العالم فما أعلى وأجل مقام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم والمكانة التي نالها الصحابة الكرام لأنهم شاهدوا جمال الحبيب وصاحبوه صلوات ربي وسلاماته عليه مرة سافرت إلى المدينة المنورة فسمعت شخصا قال قولا جميلا ومنذ أن سمعته أحاول تكراره عند زيارتي لقبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث به يزداد الاشتياق قال أتدري أين أتيت؟ لو أتيت قبل ألف وأربعمائة ونصف لأصبحت من الصحابة إخواني افهموا عمق الكلام هذا الذي حدث فقد وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الإيمان وزاروه وأصبحوا من صحابته حسنا لسنا اليوم على تلك المكانة ولكن حاولوا أن تفهموا أهمية ذلك المكان وروحانيته فإنه مكان تعم فيه الرحمة والإكرام